اشتركوا في القناة دياغ مشار يصبح رئيس الوزراء للمرة الثالثة في جنوب السودان الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على ميزانية الاتحاد في المستقبل اذا اهلا بكم من المقرر ان يبدأ رئيس الجمهورية سيد سماعي لومار جيلي بجولة في مختلف المناطق الداخلية للبلاد خلال شهر فبراير الجاري ومرسى المقبل جاء ذلك في بيان اليوم عن قسم الصحافة التابعة لرئاسة الجمهورية واضاف البيان ان هذه الجولة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية تكتسي همية كبيرة لأهالي هذه المناطق حيث تأتي في طور الاتصالات المستمرة التي يجريها رئيس الجمهورية مع الاهالي في القاليم الخمسة والمناطق الداخلية مع المواطنين في هذه المناطق والوقوف عن قرب على اوضاعهم المعيشية وبحسب البيان تهدف هذه الجولة الوقوف عن قرب على اوضاع سكان المناطق الداخلية ومنحهم فرصة لتقييم الاصلاحات الرئيسية التي تم اتخاذها في السنوات الاخيرة خصوصا فيما يتعلق بتعزيز منظومة اللامركزية ودفع التنمية المحلية لتلك المناطق الداخلية وفي الختام نوها البيان الصادر عن قسم الصحافة برئاسة الجمهورية انه سيتم خلال هذه الجولة تبدو الاراء والافكار بين رئيس الجمهورية وسكان هذه المناطق حول الموضوعات المختلفة التي تتم بالدرجة الاولى تهم بالدرجة الاولى سكان المناطق الداخلية للبلاد يعطي فخامة رئيس الجمهورية سيتم علوم مرجال اهتماما كبير لسكان والاهل القواطنين في المناطق الداخلية والمحافظات الداخلية بغية ترقية أوضاعهم المعيشية اذا سنتابع المزيد حول هذا الموضوع مع الزميل خذر علم جبريل يولي فخامة رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر قيل اهتماما بالغا وباستمرار لسكان المناطق والمحافظات الداخلية ومما لا شك فيه أن فخامة رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر قيل فلن عن زياراته الرسمية يغضي معظم عطلات نهاية الأسبوع بزيارة إلى المنادق الريفية ولا تفوت لرئيس قيل أي فرصة لعقد اجتماعات ولقاءات مع المواطني خلال جولته التفقدية في المنادق واثناء زيارته للقيام بمناسبات الافتتاح المشاريع وغيرها ويقوم فخامة رئيس الجمهورية سيد اسماعيل مكيل بمغادرة العاصمة برفقة أعضاء حكومته متوجها إلى المنادق الداخلية سواء في مندقة الداخل أو على الصباح أو تجار أوه بغية الوقوف عن قرب لأوضاع سكان هذه المنادق وتلقي معلومات عن طلباتهم الخاصة والمتعلقة بظروفهم المعيشية وتعد اجتماعات رئيس قيل على هاللقاءات إن في الأماكن النائية والتي تكون غالبا تحت الشجرة لقاءات وفرص ثمينة بياها لهذه المنادق كما يشارك في هذه اللقاءات العديد من عضاء الحكومة وأيضا شخصيات بارزة ورؤاساء المجتمعات المدنية والمحلية في هذه المنادق وعاقب عقد تلك الاجتماعات يقدم فخامة رئيس الجمهورية أسيد اسماعيل عمرقيل إجابات مغنعة للأسئلة التي يطرحها ممثل الأهل القاتلين في المنادق الداخلية خلال الاجتماعات المذكورة والتي تكون بمختلف الموضوعات التي أوثيرت قلال هذه الاجتماعات كما يجري فخامة رئيس الجمهورية أسيد اسماعيل مرقيل حوارات برناءة ومثمرة مع المجتمع المدني في المحافظات لتطرق بعمق حول مختلف مجالات الحياة وتسمح للدوائل المعنية المختلفة بوضع برنامج مناسب لتطوير هذه المجالات المتعلقة في المنادق النائية هذا وتتوسع هذه اللقاءات أيضا لتشمل النساء والشباب حيث تطمي مناقشة القضايا الخاصة بهاتين الفئاتين الاجتماعيتين من السكان والغرض من هذه الزيارات ليس فغال الاستماع إلى الناس بل الحصول على معلومات كاملة من ممثلي السكان المدنيين من جانب آخر لما يتوقف المسؤولون والممثلون والمتقبون المحليون في المنادق التي تم زيارتها مكتوف الأيدي ولكنهم شاركوا بجدية في هذه الاجتماعات التفاعلية بين السكان والحكومة ورئيس الجمهورية وختاما يقوم في قامة رئيس الجمهورية اسماعيل مرقيل فضلا بالحوار مع السكان بإطلاق أو تسجين مشاريع تتعلق بالبنية التحتية التي أنجزت من قبل أو القادمة عقب الأمطار الأخيرة التي هطلت في البلاد تغير المشهد بشكل حرفي وتحسنت اللجوة وأصبح المنظر جميلا وأخضرا ومناسبا للمزارعين وفي هذا الصدد استفاد المزارعون المثاثرون من الجفاف الشديد من هذه الفرصة للزراعة وذلك بعد أن هطلت في البلاد الأمطار والعودة للفترة التي تتوفر فيها المياه الزراعية وتسهل بذلك فرصة ممارسة النشاط للمزارعين في دخل وتقول إحدى بايعات الحليب في الطريق الوطني رقم واحد بفضل الأمطار أصبح الحليب متوفرا وانخفضت أسعار الحليب كانت فترة الجفاف صعبة جدا للغاية وبفضل الله لقد حصلنا على الدعم المستمر من رئيس الجمهورية الذي قام بشراء جميع منتجاتنا وجميع الحليب التي على طول الممر للطريق وأرسل سيارة كل يوم لجمع الحليب حيث يتم تقديم هذا الحليب لمستشفيات والأيتام ويدفع لنا بطريقة جيدة سمح لنا هذا بشراء الحفر خلال هذه الفترة لطعام الماشية لدينا وأنا أنتهز هذه الفرصة ليقدم الشكر المتنى لفخمة رئيس الجمهورية سيس معلوم مارجيلي على دعمه المتواصف والآن لم تعد الحيوانات بحاجة إلى الحفر المزاء المراعي خضراء والحليب متوفر وقمنا بخفض الأسعار ولدينا الآن العديد من الزبائن ضمن التقارير التي نقدمها في نشرتنا المسائية نقدم لكم أعزائي المشاهدين اليوم تقريرا يثناول حول تطوراته الصناعية التي شهدتها منطقة داخل دمت شركة عكار بالماري مصنع لتعبية المياه تم تدشينه في إغليم دخل جنوبي البلاد وهو يساهم عملية تحسين الحياة اليومية لسكان المنطقة يتم استخراج المياه المعدنية أدسر من مئة متر تحت الأرض في قلب وادي شيخ ماذيتو في إغليم دخل أما في مجال الصناعة الزجاجات المياه تصلنا بشكل قدع سقير يتم تسخينها درجة عشر الدرجة لقياس الحرارة وبعدها نقوم بتشتيلها إلى شكلها الأساسي وبسرعة تمر زجاجاته على جهاز آخر سيملأ به بالمياه وأيضا يقوم بتعبيتها ويتم تعبية المياه المعدنية وتضويرها في أجهزة متضاورة التي تقوم بهذا المهم بمجرد خروج من حشوي تذهب الزجاجات مباشرة إلى آلة العمالات لوضع علامات التجارية لهذه الشركة وبمجرد الانتهاء من اللصق العلامات التجارية نقوم بجمع زجاجات إلى مجموعة تتكون إلى ستة زجاجات هي عملية النقل التي تثون من تعبية زجاجات في السنادق يسعدني جدا العثور على عمل في منطقتنا بقرب من منزلنا نحن سعداء حقا لأننا قادرون على رعاية منازلنا وأيضا العمل سفي عمبا سفي عمبا غفر حسنا الحمد لله أو قدم لنا هذا المسنع العمل وهي فرصة يقع هذا المسنع بتصفية وتنقية وموازات المياه حيث طويلة هذه الشركة معدات وبرنامج بكوميوتر يضمن توفير المعادن الطبيعية في المياه وبتالي يجعل من الممكن إنتاج مياه طبيعية نقية 100% ودات جودة عالية يتم المراقبة وعملية الإنتاج المياه بأكملها بإستمرار لأجل طمان المياه النقية السليمة للمستهلكة خلاصة أن المسنع العثور للمياه ينتج يوميا إلى أدسى من 23.760 زجاجة من المياه المعدنية كل يوم وهي واحد من المياه المعدنية أدسى استخداما في المياه مصنع إليتو هو مصنع لتصنيع لحظية وصلع الجلدية والملابس والسوارات بجميع أنواعها في منطقة أو ناحية الملد على بعد 10 كم لحاطرة إقليم دخل هذه الشركة الشابة المنتجة لصلع الجلدية هي الأولى من نوعها في البلاد التي تكون قادرة على تولي مسؤولية إنتاج لحظية بجميع أنواعها وبكميات كبيرة ومتنوعة مثل السنطال والأحدية للأطفال والأحدية الرياضة وقيرها من الأحدية وأحدية الحراسة خلال الاحتفال بدكرة الأربعين للتعسيس الناحية ملود دعا الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيل القوات المسلحة الجيبوتية إلى شراء الأحدية من قبل شريطة إليتو الجيبوتية استجابة لإمداء الذي وجهه الرئيس الجمهورية اتخذت قيادة العليا لخفر السواحل الجيبوتية مبادرة لحصول على الأحدية الحراسة أو على الأحدية عناصر الخفر السواحل من إنتاج وطني التي تنتجه شريطة إليتو الجيبوتية قال بمجرد استقرار الانتهاج سنحتاج إلى مزيد من القوى العاملة وسنقوم بتوطيف الشباب ونحن ندرب في هذا السدد مواطنين هذه الناحية وتشتلت هذه المجموعة من الشباب من أمثال عمر بداية تدريب ووصول متدربين للجدد من الشباب الناحية وبمجرد تدريب سيزيد وعدد المواطفين منطقة دخل وهذا سيسهم تغيير ملحوطة على تنمية الاجتماعية والاختصادية للبلاد بشكل عام والإقليم دخل بشكل خاص نبقى في دخل لا تزال منطقة الوحدة دخل من ضمن المناطق الزراعية في البلاد وبدعم من وزارة الزراعية تم زراعة العديد من المواقع من قبل سكان دخل وتتمتع هذه المنطقة بالحديق المختلفة لفلسيا في عسعيلة وحنلة ومولود كما يمارسها لهذه المنطقة الزراعية الزراعة الرعاوية حيث توجد مزارع كثيرة منها المزارع الواقع عند مدخل المدينة والتي يمتلكها الجامعة جيدي منذ حوال 20 عام الذي وصلت شهرته حول هذا القطاع الأساسي في كافة المنطقة هذا وتم تجديد الحذائق القديمة وتم تعزيز انتاج النباتات من خلال ادخال نوع جديد فيها اليوم تزرع في هذه المنطقة العديد من الأصناف من النباتات وذلك بفضل الجامعة جيدي الذي يعد قدوة في ممارسة الزراعة في منطقة دخل وفي مقابلة له أقرها معه التلفزيون الوطنية شرس الجامعة جيدي لأنه منذ وصوله إلى دخل في عام 1991 لم يتوقف عن خدمة منطقته وتعزيز مجال الزراعة وقال بدأت العمل في إنشاء هذه الحديقة التي ترونها اليوم والتي تعود إلى عام 2001 ويشير ذلك أنني أحب العمل في مجال الزراعة وتمكنت من تحقيق هذه النتيجة الإيابية في الزراعة لقد ندجت البطيخ والثمور المتنوعة التي تم إنتاجها في هذا المزرع لكن البطيخة أعطى نتائج أفضل وعملت أيضا في تربية المواشحة تنتج هذه المواشحة المزيد من الحليبة أعين رئيس جنوب السودان سلفاكر أمسرياكم مشار نائبا أولا له مع أربعة آخرين بعد يوم من اتفاقهما على تشكيل حكومة ووحدة وطنية على أن يؤدي اليمين الدستورية اليوم السبت وفق مرسوم رئاسي وقرية مباشرة عبر التلفزيون نتابع المزيد مع الزميلة النمع رئيس جنوب السودان سلفاكر ألجمع قرارا بتعيين زعيم المعارضة المسلحة الدكتور رايك مشار نائبا الأول له وكان الثنين وقع اتفاق السلام في سبتمبر عام 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الاستراع الأهلي الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد ثلث السكان ودمر الاقتصاد هذا البلد وكان مشار قد وضع قيد الإقامة لجبرية بقرار من الإيقاظ وتأييد من مجتمع الدول في عام 2016 عقب انهيار اتفاق السلام ووقع مع الرئيس سلفاكر في عام 2015 ودارت اشتباكات بين الجانبين فرع على إثرها مشار من جوبا إلى الخرطم وبعدها تمنى فيه إلى جنوب إفريقيا حيث وضع قيد الإقامة لجبرية فيها وعقب توسط الخرطم في إنهاء السراع المسلح ثم النقل مشار العام الماضي للعاصمة السودانية التي يقيم فيها حتى الآن مع استمرار وضعه رهن الإقامة الجبرية ترأس سيد محمد دريس فرح سفير الجبتي لدى أثيوبيا المثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي أشغال بعثة ميدانية لمجلس السلام والأمن وذلك في الفترة ما بين الثامن عشر وعشرين من فبراير الجار في جوبا بجنوب السودان وتأتي مهمة هذه البعثة الميدانية خلال فترة سياسية حرجة تمر بها جنوب السودان والتي جمعت الزعيمين سلفاكر ورياك ميشار الملتزمين بتشكيل حكومة وحدة وطنية كما تهدف مهمة هذه البعثة لمجلس السلام والأمن للضغط على الجهات السياسية الفعالة في جنوب السودان الوفاء بالوعود النهائية المحددة قبل المدة المحددة حتى الثاني والعشرين من فبراير لتشكيل حكومة الاتحاد الوطني وصل أمين الدولة لشباب ورياضة سيد حسن محمد كامل برفقة وزير العمل المقلب بالإصلاحة لداري وأمين الدولة لشباب ورياضة السابقة سيد بدول حسن بدول إلى ناحية راسبير التابعة لناحية جودوريا الواقع في إقليم وبوخة التي شهدت مسيرة راسبير وذلك المشاركة في المسيرة ولد وصول من دولة شباب ورياضة الذي كان برفقة كبار الشخصيات في الحكومة الجبوتية وسلك الدبلوماسي العديد من المتلين من النظمات الدولية وشخصيات مدنية وعسكرية تم استقبالهم جميعا من قبل السلطات المحلية في إقليم وبوخة المسؤولين المحلين وأهل الإقليم هذا وشهدت ناحية راسبير في قرية جودوريا أمس الجمعة مسيرة نظمتها جمعية آدو برعاية من أمانة الدولة للشباب ورياضة وبتعاون من وزارة البيع وذلك بمشاركة الميات من الشباب بمختلف عمارهم وكبار أيضا المسؤولين المحلين والإقليميين والدوليين الذين شاركوا في هذه المسيرة التي شهدتها منطقة عبوخ وتحديدا ناحية جودوريا ويسعى المنظمون لهذه المسيرة لتعزيز التنوع البيولوجي البحري التي تتمتع بها المنطقة وحماية البيئة كما قررت خلال هذه المناسبة غرص الأشجار وجمع القمامات في الشواطئ والمواقع التي شهدت فعليات المسيرة وفي كلمة لأمين الدولة للشباب ورياضة قدم الشكر والامتنان لجمعية دو على تنظيم هذه المسيرة التي شهدتها منطقة عبوخ وأشهد بالرؤية الفعالة للجمعية وأشهد بهذه المشاركة الفعالة كما طلب من الدولة للشباب ورياضة سيد حسن محمد كامل الشباب للالتزام من أجل حماية البيئة والحفاظ على المواقع الاستراتيجية والتاريخية لبلادنا بدوري أكد وزير العام المقالف بالإصلاح لداري أن هذا الحدث سيكون له أثرا إيجابي لها لناحية تماع بأهمية الرياضة وبالتوعية للحماية على الحياة البحرية في جيبوتي جيبوتي وللعام التالي تختار على أفضل المناطق للتنوع في الحياة المائية والبرية البحر مليء بالخيرات والتي يتوجب علينا كجميع المقيمين في جمهورية جيبوتية الحفاظ على هذه النقاط الجمالية والتغلب على التحدي الذي يتمثل أمامنا من حيث التغيير المناخي شكرا لوزارة الشباب لتنظيم هذه المشاة ووزارة البيئة سعيدين المجموعة كبيرة من السفراء والسلك الدبلوماسي والمواطنين الجيبوتين والشباب الجيبوتين نتمنى التوفيق عقب انتهى مسيرة جودوريا نظم المسؤولون وكافة المشاركون في المسيرة مناسبة لتنظيف المواقع التي شاملتها المسيرة كما قاموا بغرس الأشجار في هذه ناحية تابعة ليغلي مباحة وتهدف هذه المناسبة إلى رفع وعي السكان لفهم القضايا المتعلقة بالثورة الثلبي والحفاظ على الأشجار وغابات المونغروف في قودوريا وتعد غابات المونغروف في قودوريا من أهم غابات مائية موجودة في بلادنا على مساحة 240 هكتار وهي الغابة الوحيدة التي تأوي الأنواع الأربعة من أشجار المونغروف الموجودة في جيبوتين والجدير بالذكر إلى أن أشجار المونغروف شهدت في سنوات الأخيرة تدهورا في الغطاء النباتي لحوالي 35% نظمت وزارة التعمير والبيئة والسيحة يوم الخامسة الماضية في قصر الشعب ورشة عملا لتقييم التقرير الوطني للتحليل القانوني والسياسي حالة في اتفاقيات ريو في جيبوتين وجمعت هذه الورشة ومثلين الإدارة القطاعية والقوات المسلحة ومثلين المحافظات والمجالس الإغليمية والمجتمع المدني والجمعية النسائية والشباب وترى سأشغال هذه الورشة الأمين العام بوزارة البيئة سيد الديني عبدالله كما أشارك فيها مسؤولون من وزارة البيئة من بينهم مدير البيئة سيد حسين ريراش وكذلك مناسقة للمشروع السيدة ليندا يوسف فقياد وتقدم هذه الورشة ذات الهمية نتائج حول الإطار الأساسي والقواني للجيبوتين من حيث الإدارة البيئية وخاصة فيما يتعلق بالالتزامات الخاصة بجمهورية الجيبوتين والمتعلقة باتفاقية ريو الهدف من هذه الورشة وتحسين التنصيق وتعزيز القدرات المؤسسية للبلاد في الإدارة البيئية وفي بداخلتنا من عام بوزارة البيئة عبر عن سعادة المشاركات في هذه الورشة وأكد سيد الديني أن هذه الورشة تهدف إلى حماية البيئة في بلادنا وقال تم إعداد موجز للتوصية المتعلقة بالإصلاحات المؤسسية التي تهدف إلى تحسين وتعزيز التكامل والتنصيق بين الوزارات وبين الإدارات بشأن الرغز والامتثال للتزامات الناشية عن اتفاقية غيو في إطار انشطة تحسين النقل الحضري وتهيل الشوارع والطرقات في بلدية بلبلة بدأت الوكالة الجبوتية للطرق الصباح اليوم عمل إعادة التهيل في الشوارع بلدية بلبلة وتحديدا في حي شخ موسى وستستمر عمل إعادة تهيل الطرق في جميع الشوارع الأخرى للعاصمة الجبوتية وتقوم الفرق الفانية تابعة الوكالة الجبوتية للطرق بعملية تهيل واسعة النطاق في الطرق التابعة لحي شخ موسى حي شملت عملية إعادة تهيل وترميم مشوارع عملية توسيع الطرق وبناء الأرصفة تلقينا ببلغ الحزن والأسنى بوفاة السيد محمد جابر قاصم الذي أفته المنية في العاصمة الجبوتية عن عمر نناهز 71 عام هذا ولد المرحم عام 1949 في جبوتي وترك ورعه أرملة وولدين العديد من الأحفال وعمل المرحم في شركة الاتصالات جبوتي تيليكوم لسنوات طويلة وهو جد مقدمة الزميلة فردوس أحمد حسين مقدمة الأخبار باللغة الفرنسية نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه فاجعا إذن أعزائي المشاهدين نبقى في القارة السمراء تحديدا إلى نيجيريا حيث طلبت نيجيريا من الولايات المتحدة إلغاء قيود التأشير للدول الواقعة غرب إفريقيا والتي من المتوقع أن تدخل حيث التنفيذ طلبت نيجيريا من الولايات المتحدة إلغاء قيود التأشيرية الجديدة على الدول الواقعة غرب إفريقيا والتي من المتوقع أن تدخل حيث التنفيذ في الواحد وعشرين فبراير وأطاف الرئيس دولان ترام نيجيريا وخمس دول الأخرى في نسخة موسعة من قائمة الحذر السفر في وقت سابق من هذا الشهر مما تسبب في قضب الكثيرين وقال مسؤولون أمريكيون إن دول الستة فشلت في تلبية المعايير الأمن وتبادل المعلومات الأمريكية الأمر الذي تطلب المزيد من القيود وقالت وزارة في بيان إن وزير الداخلية النجيري طالب من سفير الأمريكي في أبوجا رفع الحذر وقال بيان نجيري حليف مهم للغاية لأمريكا لا تستحق مثل هذه العقوبة إذن إلى أوروبا فشلت القمة الطارية للاتحاد الأوروبي في التوافق على الميزانية طويلة المدى للاتحاد الأوروبي لفترة المنتدة بين عامي 2021 و2027 للرئيس المجلس الأوروبي شاريل ميشال في عقاب القمة التي استمرت يومين في بروكسل كنا نعمل بشكل حثيث خلال الأيام والأصابيع الأخيرة من أجل التواصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الأوروبية المستقبلية حسب ما نشرت وكالة روسيا اليوم وشهدت مناقشة مشروع الميزانية تسادما بين مصالح دول المانحة وخاصة الدول داعيت لسياسة التقشفية مثل الدنمارك والسويت ونمسا وهولندا وبين مصالح دول التي تحصل على الدعم المالي من اتحاد الأوروبي غالبيتها من أوروبا الشرقية وسيفقد الاتحاد الأوروبي 11 مليال يوريو سنويا خلال فترة ما بين عام 2021 إلى عام 2027 بسبب انسحاب بريطانيا التي كانت تقدم هذا المبلغ ولا ترقب دول المانحة بزيادة اشتراكيتها في الميزانية فيما تعارض الدول الأخرى تخليصة مولى البرامج الاتحاد إذن أعزائي المشاهدين بهذا قد وصلنا إلى النهاية النشرة شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة تركوا في رعاة الله ومنته إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر